اعرفنا ان الماء قادر على اذابة بعض المركبات ولما يضيب هاي المركبات بيكون لنا محاليل وهاي المحاليل اكيد لها خصائص لكن كل محلول خصائص بتختلف عن المحلول الثاني تعالوا اليوم نتعرف على اول خاصية من خصائص بعض المحاليل وهي التوصيل الكهربائي وعشان نتعرف على هاي الخاصية بدنا نطبقها على اشي اسمه الدارة الكهربائية اللي ممثلة قدامنا بهاي الشكل هاي الدارة بتحتوي على مصباح واسلاك كهربائية واقطاب لغرافيت واكيد بطارية اقطاب لغرافيت هدول رح يكونوا داخل وعاء فارغ هذا الوعاء بدنا نحط جواته بعض المركبات ونشوف شو التغييرات اللي بتصير على الدارة الكهربائية خلونا نجيب ملح الطعام NACL اللي مستخدمه بالبيت بدنا نجيبه كمادة صلبة ونحطه داخل هذا الكأس ونراقب ايش بيصير عنا رح نلاحظ انه ما صار عنا ولا اي اشي طيب هادا الملح نفسه بدنا نخليه لكن بدنا نذوبه بكمية من الماء بحيث يصير عنا محلول مائي ونشوف ايش بيصير عنا رح نلاحظ انه الضوضوة يعني طب ليش هيك الضوضوة طيب بكل المحاليل اللي منستخدمها الضوبي يضوي شو رأيكم نجرب محلول تاني بدنا نجرب محلول تاني من السكر اللي هو السكر سكر المائدة اللي منسميه سكرز بدنا نحط محلول السكرز بهذا الوعاء ونراقب رح نلاحظ انه المصباح ما ضوى طيب ليش المصباح ضوى عند بعض المحاليل وما ضوى عند محاليل اخرى هلا المحاليل بالكيميا بتنقسم الى قسمين او عفوا المركبات بالكيميا بتنقسم الى قسمين مركبات متأينة كهرالية ومركبات غير متأينة لا كهرالية ايش المركبات المتأينة وايش المركبات الغير متأينة ملح الطعام لما حطيناه داخل الماء وضوى المصباح لانه كان مركب متأين ولما نحط داخل الماء صار عبارة عن ايونات موجبة وسالبة والايون الموجب رح على القطب السالب والآيون السالب راح على القطب الموجب وهي الحركة السريعة للآيونات داخل المحلول المائي خلت الضويضي أما السكروز فهو مركب غير متأين يعني عبارة عن جزيئات بالأصل ولما ذا بجوه الماء ضل عبارة عن جزيئات فهي الجزيئات ما عملت على إيصال التيار الكهربائي وهيك منكون نعرفنا أول خاصية من خصائص بعض المحلول المائية وهي إيصال التيار الكهربائي